ما بين بقى ان احنا اتكلمنا شويتين على المرحلة الاولى بشكل عام وانا بقدم فممكن ابقى مش داخل الجامعات الحكومية داخل المعاهد الخاصة والمعاهد الخاصة دي حدوتة لان في منها اللي هو على رأي الجوهرجية يافت ده تمام ومعتمد من الوزارة وفي بقى المعاهد الوهمية والاعلانات الوهمية والتخجيص بقى اللي بيجروا النصب على خلق اللي انت بتتكلم في حياته مهمة جدا اولا التخجيص والنصب ده بينتشر منذ الاقوى في فترة التنسيق يجي ينزل الاعلانات طبعا كمكتب تنسيق يعني محدش يدر يقرب منه الجهات الامنية كلها محوطة للمكتب التنسيق محدش يدر يقرب لانه كان زمان يوزعوا اعلانات وكذا انا بانصح الطالب انت هاوس انت بحوط الاعلان بتاعوا على فيسبوك ايه افشه بقى ما احنا منقفلشه عندنا لجنة ضبطية قضائية وبنطلع له لجنة يعني ده مفاش نقاش يعني وبيتقفل يعني معالي الوزير بيتعرض عليه تقرير بيطلع اقرار الوزير بغلق هذا الكيان حلو وبنبلغ المحافظ عسان يقفلو كناحية ادارية حلو احنا بنصح الطالب الوقت انت ادخل على موقع الوزارة ادخل على موقع مكتب التنسيق كل المؤسسة التعليمية المحتمدة موجودة على موقع الوزارة ما دوني زلك فهو كيان وهمي كل اللي مش موجود على الموقع مليش دعوه بيه ملا بتدعوه بيه خالص ده كيان وهمي ما تتصلش بيه ما تقولش طب بس ستأكد اي انت قدامك بص حضرتك عندنا 27 جامعة حكومية عندنا 145 مهات خاصة عندنا 144 مهات حكومي عندنا 10 جامعات تكنولوجية عندنا 20 جامعة اهلية عندنا 27 جامعة خاصة عندنا فروع لجامعات الدولية جميع مؤسسة التعليم موجودة في مصر يعني انت ملاكش حجة عشان تروح لهذا المكان وبعدين انت هتروح له ليه الدولة مغفرة كل نوع التعليم يعني من عند 50% هتلاقي مكان فانت بيروحوا بعدين في طلبة فيه بعدين برضو فيه حاجة تانية الجماعة اللي بيعلونوا عن نفسهم الكاناتر وهمها دي بيخترت خصوصات يعني برقة شوية اعلام تمريد بيشوف السوق عوزي اعلام تمريد طبعا احنا بيقفل الكلام ده كتير جيد هما بيضايما بيشتغلوا في الحتات اللي بيلاقوا فيها يعني اقبال فانا بنصح الطلب احنا عندنا كل اقبال التعليم موجود انت ما تتروحش هذا المكان انت بضيق عسنا او اتنين من عمرك وتفاجأ انت بعد كده وبعدين يقول له ايه بيأجل تجنيد كمان يعني بتوصل لكده ايوه اه طبعا الطالب بيفاجأ بعد وهو بيدرس انه ما طول بالتجنيد طب انت ليه انت عندك عندنا جميع المؤسسات التعليم بتأجل التجنيد لحين ما تخلص المرحلة الجامعة بتاعتك فانت ليه تروح لليسة الكيان ما هو فيه بقى كمان ساعات من اولياء الامور والطلب اللي بيقع في الفخ اللي بيقع بعضه ويروح على المقر بتاع المعهد اللي هيقل الوامي ده فيقول له بس انا دخلت على الموقع ما لاتكش فبيروح الرد هنا بقى ايه لا ما احنا مقدمين ده احنا خلاص اربعة شهر وهناخد الاعتماد وهنبقى مرخصين وهنزيل فل او اصلا احنا هنطلع بس بسنة اولى وان شاء الله بسنة تانية ابنك ولا تشيل هم هنقول للناس دي ايه طبعا يبتعد نازل الامكان خالص لان انت عشان ترخص ما هتخلص النهاردة او ايه مشكلات تعليمية دي لها اجراءات طويلة جدا طبعا وبعدين في حاجة برضو يعني انت النهاردة كطالب بيروح يدرس في شقة تلتو متر من عمر طالب خمسون متر طالب في شقة وفض الله يقدر حصل ايه مشكلة اما احنا بالنسبة للمعاهد او ايه مؤسسات تعليمية بيبقى طبعا في الامان يعني جميع وسائل الامان موجودة بالنسبة اما اللي انت هتروح تقدم في مكان ما انتش ضمنه واضيع سنة ولا اتنين من عمرك وعدين ترجع تاني يرجع يجي لنا الوزارة طب احنا كوضر نعمل لك احنا بنحذر بنقول لك يا حبيبي تحصل عمق الوزارة وتتأكد ان هذا كان مؤتمد من وزارة تعليم العالم ما دون ازلك فهو وهم يعني طب هو لسه لحد دلوقت يا فندم كان زمان كده بتحصل حاجات غريبة جيوا لك وسلا ايه جامعة ما يشعر اي حاجة بالانجليزي بالالماني بالفرنسوي ومقرها فمش عارف ايه في ولاية نيويورك اي كلام فارغ وفي ناس بتتاخد وراء الوهم ده على انه الوهم بقى ياخد الشهادة بتاعته من امريكا والشهادة بتاعته من انجلترا بس احنا عاملين مقر في مصر مقر اه اون لاين وبنادرس فيه بطريقة التدريس اون لاين لسه الكلام ده موجود موجود وبيختاروا اسامة براقة اسامة جامعات اسامة جامعات كبيرة الاسف يعني بس احنا باقي بيستو بهمش يعني يعني النهاردة مثلا كل دجنة ضبطيق خييف احد الاماكن النهاردة وبقراء رايح اماكن يعني احنا يوميا احنا على الوقتي قفلنا حوالي ما يقرب من 350 كائن وهم قفلناه قفل 350 350 لعندي النهاردة او انا قعد مع حضرتك 350 ما كان وفيه في اللجنة ضبطيق خضيق متحركة بكرة يعني احنا مجرد ما بيجي لنا اي شكوى بتجي شكوى المعالي الوزير الدكتور ايمن بتجي احد بيجي يكتب شكوى في الوزارة بتجي لنا على الوص بيتحرك المعالي الوزير بيحرك اللجنة بتلخطيق ايه فورا لان ده ده بيتاجر في اقول ابنائنا وبيعني بيخش في اماكن مش كويسة بعدين ما انتش عارف بيعلمه ايه الطالبة ما انتخد بلك برضو الفكر اللي موجود ما انتش ضامن هو بيعلمه ايه بيدرسه ايه الطالبة فاحنا من خلال البرنامج بننصح يطالب ما تقدمش في اي مكان من هذه الكائنات الا ما تتأكد من موقع الوزارة تعليم العالي ما دون زلك فهو كائن وهم والموقع سهل ومتاح وبعدين انت النهاردة ده دوس الزرار يعني اه انت النهاردة انت جاي تقدم في مكتب التنسيق ادخل على موقع التنسيق ادرس شوف كل كليات ادرس شوف المعاهد بص على كل حاجة وبعدين احنا عاملين على الموقع دليل للسانوية العامة دليل الشهادة الفنية دليل الشهادة المعادة العربية واجنبية كل انواع يعني الأدلة دي موجودة بشرحة وافية للطالبة كلها فارت برضو كل طالب قبل ما حتى يا سيدي هو بسجر رغباطي يخش على الدليل يقرأ مش ياخد منه خمس دقائية لأنا الطالب بيستعجل مش عارب بيستعجل ليه